بس النهاردة اليوم العالمي للإزاعة اليوم العالمي يعني زي النهاردة سنة 1946 حصل أول بث لإذاعة الأمم المتحدة أنا زيك ده يخليك لازم تقعد تفكر كويس جدا مش بس في تاريخ الإزاعة المصرية لكن تفكر كمان فأول من قاله هنا القاهرة السيد رحمة سالم الله يرحمه ممثلا وإذاعيا ومنتجا ومخرجا إلى آخر بس كمان هستأذنكم أن أنا هتذكر ثلاث أسماء بالتحديد من كبار الإزاعيين المصريين ليه ثلاث أسماء بالتحديد دول ثلاثة ما أقدرش أقول لتعاملت معاهم لأنه أنا أقل وأصغر بكتير من أنا أقول لتعاملت معاهم لكن أقدر أقول أنه من قام باكتشاف لو أنا اكتشاف يعني بس اللي اكتشف أنه أنا أنفع بأموزيع أستاذة سنق منصور ربنا يديها الصح كل سنة وأنتي طيبة واللي درب وعلم وتنبح صوته وبذل من الجهد أكسره في التعليم والتدريب وما بين قصين الترويض الدائم حبيبتي أمي الروحية الأستاذة صديقة حياتي ربنا يديها الصح كل سنة وأنتي طيبة واللي كان دائما يسمع ويلاحظ ويقول لك خد بالك من كذا طب ما تعمل كذا الله يرحمه الله يرحمه الأستاذ محي محمود إذاعيا وشاعرا لا يشق له غبار الله يرحمه تلاتة اتعلمت على قديهم كتير جدا وبظن دايما إن أنا من الناس المحظوظين قوي جدا خالص فإنه ربنا سبحانه وتعالى ادي لي الفرصة إن أنا اتربيت إذاعيا وإعلاميا ما محبش كلمة إعلاميا إذاعيا وتلفزيونيا على إيد تلاتة من أكبر ومن أهم ومن أعظم الخبرات الإذاعية والتلفزيونية مش بس في مصر لكن في العالم العربي وبدون أي مبالغة أو دون أي مبالغة بل وفي العالم بالمناسبة يعني لما تشوف أستاذ صنق منصور واحدة من الأصوات المؤسسة بالمناسبة التلاتة من الأصوات المؤسسة لإذاعة الشرق الأوسط في مصر وتشوف مشوار أستاذ صنق منصور فيه تأسيس الإذاعات ولما تروح راديو منتكر له إلخ 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 والتلفزيونات وما إلى ذلك البنية دي الصح ولما تشوف الأستاذة الصديقة وهي تسافر من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهنا تشارك فيه صناعة وبناء وهيكلة ونشأة إذاعة ناطقة بالعربية في اليابان وإلى الطرف التاني من العالم بالولايات المتحدة الأمريكية لتمر بنفس التجربة وما إلى ذلك أستاذ محي بحمود رحمة الله عليه كذلك تخيل التلاتة دول حظي الحلوة بفضل ربنا أن أنا قعدت التلمزت على أديهم سنين أنا خاصيت بالذكر التلات أسماء التلات قامات التلات قيم لأنهم إذاعيين بالأساس لا أنكر فضل الكثير بقى من التلفزيونيين بس ده هيجي في موضعه لكن التلاتة دول هيفضل طول الوقت ليهم في قلبي مكانة كبيرة أوي 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 وهفضل طول الوقت عندي إحساس بأن أنا مدين ليهم ربنا يدي الصحة لأستاذ صدق منصور ربنا يدي الصحة لأستاذ صديق حياتي ربنا يرحم الأستاذ محي محمود ويسكنه في سيح جنات وقادر يا كريم طول الوقت هفضل مدلهم بالفضل وعندي إحساس كبير بأنه ليهم فرقابتي جميل لن أستطيع رده تذكروا دائما تذكروا دائما الإذاعيين المصريين اللي أسسوا الشبكات الإذاعية على مستوى العالم العربي تاني بل وفي العالم أيضا من اليابان لأوروبا للولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة مصر كان لها دور مهم جدا في تأسيس الإذاعة الهندية الناطقة بالعربية في وقت الزعيم الرحل جمال عبد الناصر أنا ممكن أعود أحكي لكم الحدوتة دي بس هي حدوتة طويلة ويسارية حبتين فقلت خلينا في الحدوتة التي لا تحمل لدي هوا فكري ولكن تحمل دائما الامتنان والتأدير والحب والجميل الكبير اللي دايما يفضل موجود في الرقابتي فكل عام وكل الإذاعيين في مصر بخير كل عام وكل إذاعيين اللي أصلا دايما عندي انحيازات إذاعية بالمناسبة أنا بدايتي تلفزيون يعني إذا كان لا يحق أقول كلمة أنا يعني ربني سمحني في التلفزيون بدأ واحد اسمه يوسف ذهب إلى الإذاعة وأكمل فيها حتى هذه اللحظة الحمد لله وكمل تلفزيون تاني أو فوض المستكمل يعني شغله في التلفزيون فأنا دايما الحقيقة عندي انحيازاتي الإذاعية بحب الراديو ميكروفون الراديو حاجة تانية إحساس الراديو حاجة تانية يا سلام سلم إحساس مختلف أنت العالم كله بتاعك وأنت قاعد عمال بتسمع الإذاعة بتاعك خلي بالك أن موزيع الإذاعة ده هو عليه دايما كل الحمل هو كل حاجة لأنه أنت في التلفزيون بتبقى شايف الموزيع أو الموزيع أو شايف الديكورات وشايف التقارير وشايف اللون وشايف الإضاءة أنت في الراديو حلم خيال دنيا أنت قاعد عمال بتنسجها في مخيلتك يا خبرة بيض مش ممكن لو أنت بسط لها كده هتحب الإذاعة قد ما أنا بحبها ويمكن أكتر كمان